هنروح لكرة السلة كرة السلة رجال في النادي الاهلي ده اول خبر معنا كوتش ماريو بالما المدير الفني اللي جي تولى المسئولية الحقيقة بدأ فاط التدريب واشتغل مع الفرقة صبح وبالليل في رمضان والعيد كان بس صبح كان بعد الظهر بعد الفطار بعد رمضان عطول في العيد اشتغل فترتين بدأ يحط ييده على الاخطاء بدأ يحط ييده على مفاتيح اللعب قال لك أنا عايزة عمل مطشط وديها طبعا فكان أنسب فرقة اللعبها فريق الجزيرة احنا نلقى بالاتحاد فمش هينفع للعبه ونفس الوقت هيكون معنا الجزيرة هي أنسب حاجة اللعبها في وطبعا الزمالك برا مصر فيعني كده كده مش هينفع أن نلعبه فكان الجزيرة هو أنسب فريق وكان فيه تفاومة بين الجهازين الفنيين اللي لازم نلعب مباراة ودي لعبنا هو مباراة وديها مبارح كابتن ماريو نجحنا في الفوز بونت بس طبعا انتوا فاهمين الفريتين بيجربوا وده مش مؤشر لأي حاجة بالعكس أنت أكيد أكيد بدون معرف الكابتن أو كوتش ماريو ما فكرش خالص في النتيجة وكان يهمه يجرب حاجات معينة في دماغ والمطش ده بيطلع به بحاجات معينة هو عايز يستفاد بيها طيب احنا عندنا مطش الاتحاد هيكون بعد الاستعداد ده في بداية شهر 6 4-6-5-6 هلعب الاتحاد خمس مطشات بيستوف 5 اللي يكسب 3 مطشات يتأهل مباشرة للدور النهائي ناحية التانية الجزيرة بيلعب الزمالك الزمالك دلوقتي في طولة أفريقيا بيلعب هيخلص أو هيرجع يوم 31 مايو